خلال الأسبوع الأول من الولادة بياخد المولود تطعيمات ضد إيه؟ خلال الأسبوع الأول أول أسبوع آه بنخرج بيه يا دكتور وبنديله التطعيم طبعاً بنخرج بيه أصلي فيه موروسات كده شعبية يقولك إيه؟ الولد ما يخرجش قبل 40 يوم ما فيش حاجة أسمعه كده طب ما إحنا لقدر الله لقدر الله لو الطفل أصيب بالصفرة ما إحنا بنعمله التحليل وأحياناً بنحتاج نروح المستشفى مش لازم يعني مش لازم المعمل يجلنا البيت والكلام ده كل خلاص دي نقطة مهمة يعني إنه الخروج ده ما لفوش قانون إحنا بنخرج بالطفلة ما إحنا بنخرج بيه من المستشفى وبنروح ليه ما هنعطل يعني التطعيم التطعيم ده خلال أول أسبوع من الولادة بيكون ضد شلل الأطفال وبيكون نقط بالفم عشان كده بنسميه التطعيم ضد مرض الأطفال التطعيم الفموي عشان بيتاخد بالفم ده خلال أول أسبوع طيب خلال أول خمستاشر يوم ياه ياكل دي تطعيمات أعطب خلال أول خمستاشر يوم من الولادة بياخد الطفل المولود سواء ولد أو بنت التطعيم ضد مرض الدرن أو السل الرئوي تمام؟ بناخد بقى جزم التطعيمات شوية لغاية لما المولود أو المولودة يتموا عمر الشهرين إن شاء الله بسلامة الله عند عمر الشهرين بياخدوا إيه بقى؟ بياخدوا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وبيكون تطعيم نقط بالفم وبياخدوا تطعيم ثلاثي بنسميه التطعيم ضد الثلاثي البكتيري إيه هي بقى؟ إيه هو الثلاثي البكتيري؟ التطعيم ضد مرض الدفتيريا والتيتانوس والتيتانوس ومرض السعال الديكي ها فيه لسه تطعيمات في نهاية الشهر التاني أيوة فيه تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي به وضد الأنفلونزة البكتيرية كل دي تطعيمات عند نهاية الشهر التاني عند تمام الأربع شهور أو لما الطفل يتم أربع شهور بالزبط بيرجع المولود ياخد تطعيمات تانية إجبارية كل التطعيمات اللي أقولها دي الإجبارية التطعيمات الأساسية هي تطعيم ضد شلل الأطفال برضو نقط بالفم ياخد التطعيم اللي هو الثلاثي البكتيري خلاص قلنا ديفتيريا وتتانوس وسعال ديكي التطعيم الثلاثي ده بيغطي التلاتة دول وبياخد تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي به وبياخد تطعيم ضد الأنفلوانزة البكتيري ها في فرق كده ما هو كده زي الشهر اللي فاق زي عند شهرين بيزود بقى بنزود تطعيم عند نهاية الشهر الرابع إن الطفل بياخد تطعيم تاني ضد شلل الأطفال ولكن بالحقنة حقنة يبقى خد بالفم وخد بالحقن عند تمام عمر ست شهور الطفل بياخد التطعيم ضد شلل الأطفال بالفم وبياخد التطعيم ضد الثلاثي البكتيري وبياخد التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي به وبياخد التطعيم ضد الأنفلوانزة البكتيرية عند تمام الشهر التاسع ياخد الطفل التطعيم ضد شلل الأطفال بالفم فقط يعني شلل الأطفال بالنقط بنسميه التطعيم الفموي ده الشهر التاسع تمام؟ تمام عند تمام 12 شهر يعني نهاية السنة الأولى ياخد المولود الولد أو البنت عند نهاية السنة الأولى بقى هو كبر بقى ما شاء الله ياخد تطعيم ضد شلل الأطفال برضو بالفم نقط وياخد حاجة اسمها التطعيم ضد الثلاثي الفيروسي مش البكتيري بقى ايه هم بقى الثلاثي الفيروسي؟ الحزبة والحزبة الألمانية والنكاف اللي هو مرض التهاب الغدى النكافي بنسميه النكاف مامس مامس ميزلز روبيلا دول بالطب يعني ده عند السنة عند عمر سنة ونص لما طفلي تم 18 شهر بالزبط ياخد تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفم برضو وياخد جرعات منشطة بقى ضد الثلاثي البكتيري ها؟ الديفتيريا والتيتانوس والسوالي الديكي وياخد تطعيم ضد الثلاثي الفيروسي اللي هم الحزبة والحزبة الألمانية والنكافي وزي ما قلت لكم دول كلهم جرعات منشطة التطعيمات الإجبارية وأنا الحقيقة مصر على استخدام هذا الاسم هو اسمها التطعيمات الأساسية ولكن هي اسمها برضو الطبي التطعيمات الإجبارية يعني هناك صفة الإجبار إن الموليد لازم ياخدوا التطعيمات دي التطعيمات الإجبارية أو الأساسية بتحمي الجسم من أمراض خطيرة زي شلل الأطفال واللي ممكن لقدر الله الإصابة به تسبب عجز قد يستمر مدى الحياة وزي مرض الضرن أو السل الرئوي وده مرض برضو خطير جدا يستمر علاجه سنين في حالة الإصابة به وزي مرض الالتهاب الكابدي الفيروسي به وزي السلاسي البكتيري اللي قلنا عليه وزي السلاسي الفيروسي تمام؟ طيب